خلصت الحكاية هذه عبارة متحرة الحمص الآن من مدينة حمص في عدة أحياء انسحبت الأمن السياسي لا نعلم ما هو وضع الأمن المخابرات العسكرية المخابرات الجوية خرجت التكبيرات في عدة أحياء من مدينة حمص أي انتهت المعركة الكبرى الآن في مدينة حمص والتي لم تكن كبرى ولا غير كبرى لذلك أنا عبر نشرة صهران قالت أن كل ما يعني الغارات الموسية هي غارات شكلية وكل ما يحصل الآن هي النهاية أو لملمة الأمور في عدة أحياء من مدينة حمص دخل المقاتلون من خارج المدينة استغبال وتكبيرات من قبل الأهالي إلى حمص التي شرد الكثير من أهلها التي أين ذهبت في العالم ترى أبناء حمص في كل مكان في بصر في بريطانيا هنا جاري حمصي في بصر أذهب أرى الحمصة في أوروبا الحمصة أي أنها أولاء مشردين في كل مكان المعركة انتهت الآن من يريد أن يقاوم الأحياء ذات الغالبية العلوية هناك اتفاق الآن لأن لا يقاتلوا ولا أحد يقوم باستهدافهم على أن يسلموا أسلحتهم لاحقا الآن سيخرج علينا وزير الدفاع ومحافظ حمص الذي هو قريب بشار الأسد هو أبن خال بشار الأسد ويقول لنا الكذب لا يوجد شيء انتهى كل شيء طولا واحدا انتهى كل شيء قلنا إذا منذ الصباح خلنا معركة خمص لم تعد أم المعارض ولم تعد معركة شيء بالأساس هي كانت معركة النهاية تفضل مسألة الطرقات الآن أستاذ رامي طريق حمص دمشق ما هي المعلومات عنه الآن؟ طريق حمص دمشق حتى اللحظة لا يوجد سيطرة عليه ولكن يعني يوجد عليه قطاعات عسكرية لم تحارب القطاعات العسكرية أيضا طريق حمص الساحل السوري لا يزال سالك حتى اللحظة ودعني أقول لك وعبرك يا أستاذ حسين نحن نأمل ولا تمنى ومسلم وعدنا أهالي حمص بأن أحد لن يقوم باستهداف أي مواطن من داخل مدينة حمص لذلك أي مواطن من الطائفة العلوية لنكون دقيقين وهذا ما الوعود التي أطلقتها الهيئة أقول لك الآن هذا بيان لهم طيب هناك بيان لإدارة العمليات العسكرية توجه به إلى الطائفة العلوية الكريمة يعني كيف يفسر ذلك وفيما إذا كان هناك رصد لأي شيء الناس تريد أن تعرف أستاذ رامي أنت قلت ووعدت بأن أي انتهاك ستتحدث عنه قولا واحدا قولا واحدا أي انتهاك يجري بحق أي مواطن سوري سوف نتحدث عنه ولا نتحدث عنه فقط سأقول للمشتبع الدولي أن هناك انتهاكات ضد الطواف والأعراق والأديان لأن سوريا التي نريدها الآن هي سوريا لكل أبناء الشعب السوري تحفظ حقوق كافة أبناء الشعب السوري دون التمييز بين طائفة وعرق ودين هذه سوريا التي نريدها هذه سوريا التي نعمل من أجلها أين حزب الله الآن في حمص هل يريد حزب الله في حمص؟ لا يريد حزب الله لا يتقل لا ثلاثة آلاف ولا عشرة آلاف لذلك الآن مطلوب الحزب الله مثل ما دخل في العام 2013 أو 2012 إلى السورية وساهم بقتل أبناء الشعب السوري إذا لديه مقاتلين في نكسير فليخرجهم من داخل الأراضي السورية لأن سوريا لا تخبر حزب الله ولا غير حزب الله ولا تخبر تركيا ولا غير تركيا يجب أن تكون لأبناء الشعب السوري تعود إلى الحضن العربي السورية وإلى عربتها وإلى الدول العربية اليوم نقول للشعب السوري غدا يوم آخر بدون دماء نأمل من منهم في دمشق الآن وفي الغوطة وغيرها عدد الشهداء الغوطة تفاعل شهيدين الآن نأمل في دومة نأمل من خلاصة على أسطح المباني في دمشق أن لا يخلقوا رصاصة واحدة على أي مواطن سوري ونطمئن أبناء الشعب السوري في السلحة السورية من الطائفة العلوية لا تستمعوا لأحاديث الشبيحة لا أحد يريد أن ينفس مجاهل بحقكم لا أحد يريد أن يقتل العلويين من أين معلوماتك؟ من أين معلوماتك؟ باستثناء بيان الإدارة لا 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 فقط أريد أن أستوضح سيد رابي هناك بيان لإدارة العمليات العسكرية نحن نشرناه وهو واقع على الأرض بالفعل توجهوا ببيان مسموع ومتلفز ولكن أنت كذلك فيما إذا كان لديك أي معلومات أو تطمينات لا لا اتصال اتصال على التصال بقيابي سياسي وليس عسكري بالصف الأول بالهيئة وهو من الساحل السوري قال بالحرف الواحد لا نريد أن نستادف أي مواطن من الطائفة العلوية على الرغم من أنه عندما كان في الساحل نكن فيه الشبيحة وقال نحن لا نريد أن نستادف أي مواطن من الطائفة العلوية وقال لي بالحرف الواحد إذا استطعت فليعد أهالي كفرية والفوعة الذين هجروا في اتفاقيات تركيا وإيرانية في العام 2016 معقول معقول هذا الكلام أستاذ رامي قولا واحدا وعلى مسؤوليتي أنا وليعد أهالي النبل والسهراء إلى نبل والسهراء ولا أحد يستهدفهم وراقب كما تراقب لا أحد يستطيع استهداف أي مواطن موجود في هذه المنطقات ليس ترويجا للهيئة ولا غير الهيئة نحن كمرصد نريد أن نحافظ على دماء أبناء الشعب السوري طيب فقط أريد أن أسألك أستاذ رامي وهو يعني في صلب الموضوع أنت منذ نحو شهرين تماما تحدثت على شاشة الحدث بأن شيئا ما يحضر من قبل هيئة تحرير الشام هو تنبؤ هي معلومات كانت هي تحركات الناس كذلك تريد أن تعرف باعتبار أن ما يجري الآن في سوريا بالفعل هو شيء ومتغير كبير لا لقد دينا معلومات كامرة ومفصلة ودقيقة بأن العملية كانت ستبدأ بنهاية شهر سبتمبر أيلول الفائد أجلت بناء على طلب تركيا بعد ذلك حاولوا بدأها أيضا تركيا رفضت إلى أن كان الأمر ما كان عليه وباتت الظروف موادية إلى أن ينتهي كل شيء في سوريا بذلك المعلومات كانت لدينا والتفاصيل لدينا ولدينا كان كثير من الأمور التي نعلمها عن العملية أنا ضحكت عندما قال بعض يعني الذين فرجوا من دماش أنها عملية مفاجأة إذا كان المرصب يعلم بتفاصيلها ونشرها أي عملية مفاجأة كانت طيب ماذا عن العفو الذي أصدر من قائد قوات قسد مظلوم عبدي يعني 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 يبقى السوريون ملاحقون يعني هذا هذا مطلوب لهذه الجهة وهذا مطلوب لأخرى وماذا يعني ما معنى هذا العفو الآن نريد أن نفهم يعني العفو الآن ما نريده الآن لا عفو لا من قيادة قوات سوريا الديمقراطية ولا عفو من أبو حمد جولاني ولا عفو من الذين كانوا في دماشي نريد الآن أن تكون سوريا دولة ديمقراطية تكفى الحقوق كافة مكونات الشعب السوري سوريا دولة كاملة موحدة لأبناء الشعب السوري لا نريد حكومة هنا ولا حكومة هناك يا أستاذ حسين أنا 26 سنة لم أزور سوريا حرمت من والدتي أأمل الآن أن أزور قبر والدتي في بنياس طيب كثيرون هم الذين لم يزوروا لا قبور والديهم ولا حتى سوريا ولكن أستاذ رمي أريد أن أفهم منك كذلك تأتيك اتصالات سواء من الساحل أو غير ذلك هناك شعور بالأمان يعني الناس لا هناك قولا واحدا قولا واحدا تأتيك اتصالات كثيرة ورسائل كثيرة طيب هناك مخاوف حقيقية ليس من الساحل يا سيد الكريم من سهل الغار هناك من أبناء الطافة العلوية قال يا أخي تصلوا برامي عبد الرحمن خبروه نحن ما لنا علاقة نحن ما لنا مع بشار الأساد لذلك أقول الناس تنجأ إليه فيجب عليك أن تقف مع الناس ولا تنظر إلى طواف الناس ولا أعراقهم يجب عليك أن تقف مع كامل أبناء الشعب السوري وتطمن أبناء الشعب السوري بأن أحد لن يمسهم طيب مصدر لبناني أستاذ رامي الآن للحدث تعزيزات للجيش إلى الحدود بعد أنباء عن أخلاء أجهزة الأمن والجمارك السورية لنقاطهم نعم بشكل قطعي سيخرج علينا غيام من دمشق ويقول الدنيا مختلفة يا سيدي لدينا تشير من المعلومات لكن أعتقد الساعات القادمة هي التي ستفضحها وستتحدث عنها أعتقد بأن سيخرج علينا شيء من دمشق ويقول لنا أن الأمور انتهت والشعب السوري سوف يكون في مرحلة جديدة خلال الساعات القادمة أو خلال الأيام القليلة القادمة ما هي معلوماتك ومعلومات المرصد؟ طائرة كانت في المطار من المصر أن يستقل هذه الطائرة بشار الأسد وكان ماهر الأسد هو الذي يتعنى ولا يريد أن يغادر دمشق طولا واحدا من ضباط في المطار يعني أنت قرأت سؤالي قبل أن أكمل أنا كنت أريد أن أسألك عن مصير الرئيس السوري يعني الناس هناك تضارف الأنباء مواقع تقول بأنه في دمشق ورئاسة تقول بأنه في دمشق أغادر الرئاسة تثبت بأنه في دمشق ومصادر تتحدث بأنه خارج دمشق وأنا أقول له إذا كان في دمشق فليخرج علينا من ساحة الأمويين ويقول أنا أقول سوريا وأنا موجود في دمشق ولن أغادر في الطائرة التي كانت في مطار دمشق ويخرج علينا ماهر قائد الفرقة الرابعة التي تحدثنا عنها كأنها قوة فارقة ولا نعلم أين هو الآن ماهر الأسد ولماذا ينجر القناصة على أسطف دمشق العاصمة قطاعات الجيش السوري تلقت أوامر بالانسحاب من حمص أستاذ رامي نحن معك ونحدث الأخبار الآن أولا بأول بشكل قطعي وقلتها أن اليوم بحمص الأمور انتهت بعد ما الذي حصل في دمشق أن الأمور بحمص انتهت قطاعات الجيش المخابرات هي في الأساس الجيش لا يجد داخل حمص ولكن في محيط حمص كل القوات يا سيدي ضعب تحدث معي أنا بشكل شخصي قائد كتيبة قال يا أخي أنا لا أريد أن ألقاتل ولا شيء سأل انسحب أنا وعاصري وبالفعل انسحب من جبهة ديربعلي بشبال شرق لذلك أقول بأن هناك كثير من الضباط ضابط انسحب من منطقة القنيطرة قال يا أخي إذا نحن نلقاتل إسرائيل كيف نلقاتل أبناء الشعب السوري طيب أستاذ رامي هناك أخبار هناك أخبار كذلك في داخل دمشق عن البنك المركزي وبعض المعلومات وسيارات تقترب منه وتحمل بعض الأشياء يعني الآن نحن في ضبابية من كثرة الأخبار ما الذي يجري هل ثمت ثمت أخبار حول ما يتم الآن إطلاقه وتتحدث به بعض الأطراف لا هو يعني أنا يعني هناك أخبار سنصبحها كثيرا ولكن نحن يجب أن يخرج أحد من دمشق يطمئن أقله الشعب السوري في ملاطف سيطرة النظام أقله يجب أن يطمئن الشعب السوري في ملاطف سيطرة النظام بأن الأمور يعني لن تصير إلى أنفلاته بصراحة يعني الأوضاع مخيفة الأوضاع مخيفة ومخيفة جدا لذلك أقول أن اليوم نحن نحتاج إلى أحد سواء رئيس الأركان سواء رئيس إدارة المخابرات العامة يخرج أحد من دمشق ويطمئن أبناء الشعب السوري ولا يخرج علينا أحد في بيان كنمير المخلوف في حمص ويقول الأمور في حمص تسير من أجمل ما يكون حمص نمير المخلوف كان سبب بما جرى في حمص وتأخير تضيئة الحل في حمص طيب الأخبار التي تصلكم فيما يخص الشخصيات التي يتم الحديث عنها كذلك نريد أن نعرف هذا الاجتماع الذي ينعقد الآن في الدوحة واجتماع قبله بين منصة أستانا يعني الاتفاق على أساس أن هناك في هيئة قيادية ستكون هي هيئة حكم انتقالية تعمل على إجراء انتخابات ديمقراطية رئاسية وبرلمانية ورئاسية خلال الفترة القادمة وكان هناك البعض يريد أن يبقي بشار الأسد الفترة القادمة ولكن هناك رفض من البعض لذلك أقول يجب أن يعود القرار السوري للشعب السوري لأن يبقى إيرانيا تركيا روسيا أمريكيا إسرائيليا أن يعود القرار لأبناء الشعب السوري وتعود سوريا إلى حضنها العربي الدافئ الذي كان معها سابقا وسيكون معها الآن وسيكون معها مستقبلا هناك دول عربية تسعة وتعشق سوريا وكثير من الدول العربية وغانبيتها يحب سوريا والشعب السوري ترجمة نانسي قنقر